أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مقرا أمنيا باسفاقس وسط شرق البلاد وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ أن الوحدات الأمنية قامت بتفكيك خلية إرهابية وأحبطت مخططا إرهابيا وشيكا كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة اسفاقس وأضافت الوزارة أنها أوقفت عناصر هذه الخلية الذين أعلنوا ولائهم لتنظيم داعش الإرهابي وبحسب المصدر ذاته فقد كشفت تحقيق أن أفراد الخلية تلقوا دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة لتنفيذ عملية نوعية وأفادت بأن قوات الأمن حجزت خلال العملية ذاتها كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية وتجدر الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي تراجع بشكل كبير في تونس منذ الاعتداءات الدامية في عام 2015 وذلك على إثر تفكيك العشرات من الخلايا النائمة وتنفيذ العديد من العمليات الوقائية والسباقية يذكر أن السلطات التونسية سبقا أكدت أن الوضع الأمني في تونس انتسم عموما بالاستقرار فإن البلاد ما زالت تواجه عدة تحديات أمنية منها أن المجموعات الإرهابية بالمرتفاعات الغربية ما زالت تمثل تهديدا جديا لتونس محمود القلعي إنفانتكاتخ تونس ترجمة نانسي قنقر